اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ان مواصلة تحقيق فريق بحرين واحد النتائج المشرفة يأتي بفضل الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واهتمام وتشجيع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ليتبوأ الفريق مكانة رفيعة ومتميزة في رياضة السيارات على مستوى العالم نعم وأشهد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة بحصول فريق بحرين واحد على المركزين الثالث والرابع على التوالي في بطولة العالم للسيارات فئة برومود خلال موسم 2021 الذي واجه خلاله تحديات كبيرة بتغيير عدد من الأنظمة والقوانين أثناء الموسم مشيدا سموه بعضاء الفريق ومواجهتهم لهذه التحديات بكفاءة عالية وبذل أقصى جهودهم لتجاوز جميع العقبات للمنافسة على اللقب معربا عن ثقته في قدرة الفريق على العودة بقوة واستعادة اللقب خلال منافسات الموسم القادم 2022 وأشار سموه أن فريق بحرين واحد يعمل بشكل منظم واحترافية كبيرة ستسم في عودته للمنافسة إلى جانب حرص الفريق وسعيه نحو موصلة تحقيق نتائج متميزة خلال مشاركتهم ضمن منافسات بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة الإدراج التي ستنطلق هذا الأسبوع مؤكدا سموه قدرة بحرين واحد في الحفاظ على لقابه المحلي للموسم الثاني على التوالي وعرب سموه عن خالص شكره وتقديره إلى جميع الشركات الراعية لفريق بحرين واحد مؤكدا سموه أن دعم ورعاية الشركات للفريق سيسهم في مواصلة الفريق لنجاحاته العالمية وإنجازاته المتميزة التي حققها في السنوات الماضية لرياضة السيارات في مملكة البحرين